قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر تعلنوا أن المصالح التركية في ليبيا باتت محل استهداف من طرفها وذلك بالتزامن مع شن طائرة حربية مجهولة غارة على مدينة غريان أسفرت عن انذجار كبير سمع في أرجاء المدينة وتناقلت وسائل إعلام أن القصف استهدف ذا خائرة والأسلحة التي تركتها قوات حفتر أقب دخول قوات الوفاق إلى المدينة التي تبعد 100 كم جنوب طرابلس والسيطرة عليها وقد أكدت القوات الحكومية سيطرتها على مناطق واسعة من منطقة سبيعة جنوب العاصمة طرابلس وأكدت القوات الحكومية أنها عثرت على أسلحة متطورة أمريكية وإماراتية تركتها قوات حفتر في غريان وأظهرت صوار في المدينة أسلحة في صناديق كتب عليها أنها من دولة الإمارات كما أظهرت صواريخ متطورة مضادة لدروع الأمريكية الصنع وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر في بيان إن الأوامر صدرت للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية وللقوات البرية بضرب الأهداف الاستراتيجية التركية كافة مبينا أن الشركات والمقرات التركية وكافة المشروعات التي تؤول للدولة التركية أهداف مشروعة للقوات المسلحة ردا على هذا العدوان ويتم إقاف جميع الرحلات من تركيا وإليها والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية وقبل قرابة ثلاثة أشهر سيطرت قوات حفتر على مدينة غريان غربي ليبيا ومنها أطلقت عملية لضم العاصمة طرابلس إلى نفوذ اللواء السابق في الجيش الليبي خلف حفتر الذي أخضع لسيطرته مناطق واسعة من شرق وجنوب البلاد وفيما سبقت القوات الهجومة بأنه امتداد لعملية انطلقت قبل نحو ست سنوات للتحرير ليبيا من المجموعات المتطرفة وإعادة توحيدها اعتبرته الحكومة الوفاق المعترف بها على الصعيد الرسمي الدولي محاولة انقلاب على المؤسسات الشرعية ويتبادل الطرفان الاتهامات بتلاقي الدعم من الخارج ترجمة نانسي قنقر